السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت بتسمع امنية الشامي وده برنامج محب الله ورسوله مكملين مع بعض السيرة النبوية الشريفة وعرفنا كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 3000 مقاتل وكيف اعد الجيش يقصد الروم وخيم النبي صلى الله عليه وسلم في تابوك وتسمى هذه الغزوة بغزوة تابوك او غزوة العسرة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله لهراكل ملك الروم هراكل اصلا عالم بالاسلام وعالم بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاءته رسالة منه من قبل لكن لم يسلم فهنا يريد مزيد من التأكد لانه ما زال عنده شيء من الشك فلما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم امسكها وقرأها قال للرسول ارجع وتأتيكم رسالتنا فقال لقومه ائتني بفتى عربي على ديني يكون واحد عربي نصراني يكون فطنا واحد ولد شاب زكي فطن عربي نصراني فبحثوا له فجاءوه بشاب باسمه التنوخي فقال له هراكل اريد ان ارسلك الى محمد برسالة واريدك ان تنتبه الى علامات ابحث لي عن هذه العلامات وكانت الرسالة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم الى هراكل يقول فيها بعد السلام على من اتبع الهدى يقول له اني ادعوك الى جنة عرضها كعرض السماوات والارض فان لم تسلم فعليك اسم الاريسيين لان كان معظم اهل الروم يعملون بالزراعة فالاريسيين يعني الفلاحين قومه فهراكل كان من علماء النصارى ايضا لم يكن ملكا فقط كان عالما وكان من احبارهم ويعرف الانجيل ويعرف العلامات التي في التوراة والانجيل فقال للتنوخي انظر لي ثلاث علامات اول علامة انظر لي هل يذكر رسالته لي الرسالة اللي ارسلها لي هل يذكرها والامر الثاني انظر لي هل يذكر الليل هل يشير الى الليل والعلامة الثالثة انظر لي علامة في ظهره بين كتفيه فخرج التنوخي ومعه رسالة هراكل الى النبي صلى الله عليه وسلم وصل التنوخي الى تابوك حيث خيم النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم فالرسالة فيها من هراكل عظيم الروم الى محمد ابن عبد الله ثم سلم عليه ثم قال دعو تني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين السماوات والأرض هذه؟ وإذا الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الرسالة سأل التنوخي قال ما فعل هركل برسالتي؟ هذه العلامة الأولى الآن ذكر رسالته قال أمسكها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كسرى فمزقها فمزق الله ملكه وأما هركل فأمسكها فأمسك الله ملكه ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ رسالته دعو تني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الليل إذا جاء النهار؟ فإذا هي العلامة الثانية الآن العلامة الثالثة صعبة صعب أن يرى علامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه معنى ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقلع ملابسه وهذا صعب فظل التنوخي في معسكر المسلمين قال للنبي ائذن لي أن أبقى فبقيه ففي هذه الفترة باستمرار النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي مع التنوخي يعرض عليه الإسلام يشرح له الإسلام شافي هذا الشاب الزكاء والفتنة ولد فعلا تبدو عليه علامات الزكاء والفتنة فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه لزكاء وفتنته وفصاحته ولغته شيء يصر فعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم به اهتمام خاص يستقبله ويجتمع معاه ويعرض عليه بنفسه الإسلام وأمور الإسلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدة أيام عرض عليه الإسلام قال له يا تنوخي الإسلام لا يخفى على أحد أسلم فقال التنوخي إنما أنا رجل من قومي إذا أسلموا أسلمت فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت فكان حريص عليه ويبذل جهد خاص معاه ولكن الهداية من عند الله عز وجل حتى رسول صلى الله عليه وسلم مع عظمته وحسن دعوته لم يستطيع أن يجعله يسلم فالهداية ليس بأيدينا ولكن بيد الله عز وجل ظل التنوخي يحاول يشوف العلامة الثالثة كيف يراها كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدون ملابس فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم شعر إنه متأخر وقلقان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا تنوخي فجاءه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ السوب اللي على ظهره وأنزله قال انظر فرأى التنوخي خاتم النبوة فرجع وأخبر هراقل بكل العلامات هراكل الآن تأكد أن هذا نبي هذا فيه كل العلامات التي يبحث عنها كلها موجودة فجمع قومه وقال تعلمون أن جاءنا جيش محمد قالوا نعم استعددنا له كان جيش الروم بدأ يستعد للخروج لقتال المسلمين في تابوك فهنا هراكل اجتمع مع قادة الجيش وقادة الروم قال لهم اسمعوني والله تعلمون علمي بالانجيل وعلمي بالطورة قالوا نعم قال تعلمون أنه بقي نبي ما خرج بقي نبي واحد فوالله لقد انطبقت كل العلامة عليه فإني أدعوكم أن تؤمنوا به أسلموا فأبوا رفضوا الإسلام قالوا لا ما نسلم قال إذن أدعوكم إلى أمر ثاني إذن ترفضون الإسلام هذا نبي لا أحد يستطيع أن يقاتله فأدعوكم إلى أمر ثاني قالوا ما هو فقال ندفع له الجزية قالوا عيب نحن أعظم دولة في العالم نحن ندفع الجزية كيف هذا ماذا يقول عننا الناس الناس هي من تدفع لنا الجزية إحنا ندفع الجزية لغيرنا كيف هذا قال إذن أدعوكم لأمر ثالث وليس عندي غيره قالوا ما هو قال لا تقاتلوا والله يهزمكم فقالوا أما هذه فنعم يعني على الأقل نطيعك في هذه المسألة فهنا صدرت الأوامر لجيش الروم بعدم الخروج ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وينتظر كل المسلمين ينتظرون قدوم جيش الروم جيش الروم رافض الخروج لهذا السبب هذا الذي دفع جيش الروم لعدم الخروج فأرسله للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له والله لو بقيت في مكانك سنة والله ما نخرج لك أنت لن نقاتلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا الأمر بقي في تابوك بدعة عشر يوما حتى سمع الناس كلهم أنه وصل إلى تابوك تابوك أصلا خادع للروم وسيطر عليها واحتل المناطق التي حولها وانتظر جيش الروم وجيش الروم رافض أن يقابله فانتشر الخبر أن بني الأصفر خافوا من محمد صلى الله عليه وسلم واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وتحقق المطلوب أنه أرهب الروم وأسمع الناس بهذا الأمر فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى المدينة بعدما تحقق الهدف المقصود أن هذه الدعوة ليست فقط للعرب وإنما للروم وللعالم أجمع وتحقق الأمر وزادت مكانة المسلمين حتى أن ملك الروم خافهم وهذا فيه معنى عظيم وهذا من أسباب مجيء الوفود الناس لما شافوا الروم يخافون النبي صلى الله عليه وسلم عارفوا مكانة الإسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق حدث عدة أشياء من أول الأمور التي حدثت أثناء العودة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج أرسل يخبر كل الجيش وانتشر الخبر في كل الجيش قال إننا سنمر على وشل فمن سبقنا إليه فلا يأخذ منه شيئا حتى آتيه الوشل هو الحجر الذي ينقط ماء ينزل منه الماء ولكن ماء ليس كثير ماء قليل يصب منه ماء قليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنمر على وشل مكان في حجر ينزل منه الماء بشكل بسيط لا أحد يلمسه لا أحد يأخذ منه شيء حتى آتيه وصار الجيش مجموعة من المنافقين تقدموا الجيش ووصلوا إلى الوشل فأخذوا الماء الذي فيه جمعوا الماء الذي فيه وأخذواه لأنفسهم وصل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الماء المتجمع كله مأخوز والوشل ينق التنقيض فقال لعنهم الله لعنهم الله ألم أأمر أنه من سبقني لا يأخذ منه شيئا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء فأحضروا له الماء وأخذ يتوضأ ويصب على هذا الوشل والناس تنظر يقولون فسمعنا له كرقعة ككرقعة الرعد صوت كأنه انفجار ثم انشق الحجر وبدأ الماء يصب منه عينا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيرة لكن ما تركوه سأل منه الماء الغزير حتى ارتوى الناس ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاز بن جبل رضي الله عنه وقال يوشك يا معاز إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا وكانت معجزة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بتحول تلك المنطقة القاحلة إلى بساتين خضراء خلال فترة وجيزة وأصبحت منطقة تابوك معروفة بقصرة أشجارها ووفرة سمارها فمزارع تابوك وما حواليها من هذا الوشل لو تركوه لكان نهرا في الجزيرة فهذا من الأحداث التي حدست في طريقهم للعودة وبكده تكون خلصت حلقتنا وإن شاء الله نعرف الحلقة الجاية ماذا حدث أيضا أثناء رحلة العودة وقصة أبا رحم اللي جرح النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ ووفاة الصحابية عبد الله زل بجادين رضي الله عنه ومحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته